لو انت بتشتغل عامل في مصنع في بلد انتشر فيها الوبا وطلق قرار من الدولة ان المصنع ده يتقفل لفترة خوفا على حياة العمال من انتشر المرض وبعدين لقيت صاحب المصنع زعلان وبيعيط وعاوز المصنع يتفتح تاني عشان ما يخسرش هو عتظلمه وتفتكره ومش خايف عليك لا طبعا مش خايف عليك ايه راجل هو مش شايفك اساسا وانت قاعد في الحظر كده وتتفرج على الاجراءات اللي الدولة بتاخدها عشان تمنع انتشر الوبا وتحاول تسيطر عليه هتلاقي ان اغلب الدول بدأت تاخد قرارات صارمة عشان تمنع التجمعات والدخول لها والخروج منها من اول وقف الطيران لقفل المصانع لتقليل الموظفين لحد حظر التجاو من ضمن الدول اللي بدأت تطبق الاجراءات دي لمنع تفشي المرض كانت مصر اللي الاجراءات فيها بدأت تبقى صارمة من حول اسبوعين تقريبا وطبعا الاجراءات دي اللي اتخدت في العالم كله اتسببت في خسائر اقتصادية كتير جدا واسهم وقعت وبرصات تدشملت بس الكل صابر وراضي على اساس ان حياة الناس اهم من اي خسائر وان الخسارة البشرية لا تقارن باي خسارة اقتصادية حتى لو كانت بتريليونات وفجأة كده يا مؤمن وانت لسه قاعد بتتابع وتبص على العداد الحالات العمالي يزيد في الدنيا كلها بسرعة غريبة يطلع عليك البشواندس ناجيب سويرس رجل الاعمال المصري من وسط العزل اللي هو عامله لنفسه هو واسرته في قصر من اصوره عشان يعيط ويندم ويقول افتحوا المصانع ورجعوا الناس تشتغل وانه يعيني مش قادر يستحمل ان الشغل يقف وحياته بتضيع ناجيب سويرس مين يا جدعان اللي حياته بتضيعه مش مستحمل الشغل يقف بصه كده كويس يمكن يكون تشابه اسمه ناجيب سويرس الملياردير بتاعنا اللي لو قاعد طول عمره ويأكل في الفلوس اللي عنده مش هتخلص اللي داخل سبق هو واخو وابوه على مين اغنى راجل في مصر اللي لما جاي حول فلوسه لدهب الدهب بتاع العالم كله مكفاش باين اللي لما كان قاعد زهقان في الجونة عمل مهرجان صرف عليه ملايين عشان يجيب الفنانين يسلوه وانت يا غلبان لما بتحب تتسلق بتحوش عشان تجيب قرطاس لب ناجيب اللي لو دفع نص الضرائب اللي عليه للبلد اللي متهرب منها البلد ممكن تتحول لسويسرا ده طبعا لو الفلوس دي ما تبناش بها كباري وقصور رأسية يعني لا 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 انتوا اكيد بتهزره اكيد ده ناجيب تاني جاهز ناجيب الرحاني تلاقيه مثلا واحد غلبان بيفرش بخدار ورزقه يوم بيوم والحظر ده جوعه ولا واحد مسكين عنده خشك السجاير والحظر خلى الرجل تخف عليه وعليه قصاته وجمعياته وما بقاش قادر يدفعه قالك لا ده سوي رأس رجل الاعمال بذات نفسه مش حد تاني الاخ ناجيب قال ان الشغل لازم يرجع وان الخسارة المادية اهم من الخسارة البشرية على اساس ان الفلوس بتتصرف وبيشتري بيها اللي هو عاوزه انما البني ادم ده الاستاذ ناجيب هيعمل بيه ايه لا هيعرف يكله ولا يشربه ولا هيعرف يسياحه زي الدهب ويعمله سبيكة او حاجة موجودة كرة وخلاص يوم كمان يقعد في البيت وما يشتغلش عشان ما يمرضش طب ما يمرض عادي يا جدعان مرضه ولا موته حتى لا هينزل اسهم شركات سويرس في البورصة ولا هينزل من حسابه في البنك المهم انه وللامانة الراجل ما قالش كرة وسيكت هو طرح حلول مفيدة ومجدية ومنطقية زي مثلا ان العمال يرجعوا الشغل ويباتوا في المصنع عادي وما يروحوش بيوته هو لا مؤاخذة يعني العامل هيرجع بيته ويهب بيه ما قطل ايه ساكن في عشة ولا متر في متر ولا عنده اكل ولا مية نظيفة ولا حمام سباحة ولا ديفي دي ولا مشترك في نتفلكس مثلا طب ما الحاجات دي كلها مش عنده طب ما خلاص ما يتنيل بقى يرجع الشغل عشان ينتج والاستاذ ناجيب يكسب ويعدي فلوس قال يا كيب دي بقى له بتاعه نص ساعة ما دخلش في حسابه ولا مليون جنيه يوحده ربنا اللي قاله ناجيب ساويرس ده مش هو بس اللي بيفكر فيه كتير جدا من رجال الاعمال والاثرياء اللي في العالم ده اللي في دماغهم وجواهم بس مش الكل بيصرح باللي جواه انما الحقيقة انه هو ده تفكير الطبقة الغنية سواء رجال اعمال او غيرهم بيفكروا في نفسهم وبس ومكاسبهم وبس بغض النظر عن اي اعتبارات انسانية تخص الناس التانية يجوعوا بقى يفتقروا ويروحوا في الوبق مش مهم طول ما ده بعيد عن فلوسي ومكسابي وحياتي ولا يشغلني ولا يهمني يعني مثلا من الحاجات اللطيفة في كلامنا جيب ساويرس انه هو بيتكلم عن ضرورة عودة العمال للشغل عشان شركاته ومصانعه ما تقفش قال في نفس المداخلة يا مؤمن انه هو نفسه ما بينزلش من البيت اللي عشان يلف بالعربية من الزهق او يزور ابوه ويكلمه من على بعد 4 متر باين عشان خايف من نقل العدو بواحدة حتى ولو بالكتب يعني لا خالص ما حاولش يجمل الكلام اصلا هم ينزلوا عادي بس انا هفضل معزول لاني احسن منهم ومن اللي خلفوهم ولاني حياتي مهمة لكن هم منهمش ايمة ولاني ما تعوضش لكن هم يتعوضهم علماء النفس والباحفين في العالم والدول المتقدمة اهتموا جدا بالموضوع ده مش بموضوع سويرس تحديدا ولكن بنظرة الاغنية للناس العادية وتوصلوا لحاجة مهمة جدا وهي ان ما فيش نظرة ولا حاجة اساسا ان شاء الله الاغنية والطبقات العالية ماديا ما بيشوفوش الناس التانية اصلا ولا بياخدوا بالهم منهم ولا بيحسوا بوجودهم وطبعا علماء وابحاث يعني تجارب ايه بقى التجارب لوصلت الباحثين للنتيجة دي فاول تجربة العلماء راحوا جابوا مجموعة من الاشخاص عددهم ستين نفر فقالهم تعالى يا ابن انت وهو كل واحد يقولين هو من انهي طبقة غني وبياكل كافيار ولا غلبان ومشلق العشان عايم على وش الفتة ولا عايم في بحر البقر وبعد معرفوا الطبقات اللي بينتمي لها الاشخاص دول لبسوهم ندراج جوجل وخلوهم يمشوا بالشارع وبدأوا يرقبوا نظرات الاشخاص دول للناس اللي حواليهم لقوا ايه بقى النتاج اللي طلعت قالت ان الاشخاص اللي من طبقات متوسطة وفقيرة كانوا بيقضوا وقت اطول في النظر للناس اللي حواليهم انما الاشخاص اللي من طبقات غنية ما بيبصوش على حد ولا بياخدوا بالهم من اللي ماشيين حواليهم العلماء مسكتوش وعملوا تجربة تانية على نفس الاشخاص باستخدام تقنية تعقب العين ومرروا عليهم عدد كبير من الصور الفوتوغرافية لمجموعة من الناس لقوا نفس النتيجة الاشخاص اللي من طبقات غنية ما بيهتموش بالنظر لصور الناس كان الصور فاضي اساسا وما فيهاش حد عكس الاشخاص اللي من طبقات قال كانوا بيركزوا وبيقضوا وقت طويل في ان هم يبصوا لوشوش الناس اللي في الصور قالك لا بقى ده احنا نوسع مجال التجارب احنا علماء وباحثين يعني ورناش حاجة ورناش غير التجارب اصلي المرة دي التجارب كانت على عدد اشخاص اكبر ربعمائة شخص جابوهم برضو خلوا كل واحد يكتب معلومات عن مستوه المادي والاجتماعي وقاموا محضرين مجموعات من الصور وكل مجموعة فيها وجوه اشخاص مع شوية حاجة تانية اجهزة على فواكه على هدوم يعني برتقانة تلاجة بانطالون جينس كده يعني وفي كل مجموعة بتتغير وجوه الاشخاص اللي فيها وقاموا عرضين المجموعات دي وراء بعض على الربعمائة شخص لقوا ان اصحاب المستوى المادي المرتفع ما بياخدوش بالهم ان وشوش الاشخاص اتغيرت في كل مجموعة وناخد بالي ليه يعني ان شاء الله هو انا مخي دفتر اهي وشوش وخلاص انما المشتركين اللي كانوا من طبقات متوسطة كانوا بيلحظوا ان الوشوش بتتغير في كل مجموعة صور اخر تجربة معنا النهاردة عشان نقفل المعمل بقوا نرش مياه كانت تجربة اعمق شويتين واصعب برضو تم فيها استخدام عدد كبير من الاشخاص اللي بينتموا لطبقات مختلفة وقاعدهم في قاعة وشغلوا قدامهم فيديوهين فيديو الواحد كده بيبني حوش قدام بيته وفيديو تاني بتكلم عن معاناة اطفال مرضى بالسرطان بعد ما الفيديوهين خلصوا والشاشة ضلمت والقاع نورت الباحثين لقوا ان في مجموعة بتعيط ومتشحتفة وبتكلموا عن الفيديو بتاع الاطفال بمنتهى التعاطف والتأثر دول كانوا الفقر واللي من طبقات متوسطة وفي مجموعة تانية وهم اصحاب الطبقات الغنية ولا اي حاجة خالص لا تأثر ولا عيط ولا حد فيهم طلع من ديل يمسح دموعه ولا ينشف عرقه حتى كأنهم كانوا بتفرجوا على فيلم قبضة الهلالي مثلا مش على فيلم عن اطفال مرضى السرطان الباحثين قال لك لا اجد عنه اكيد في حاجة غلص تلاقيهم بيحزنوا وبيتأثروا من جواهم يعني ومش عاوزين يبينوا قدام الناس بس طبعا بيتقطعوا من جواهم ونشيوا طعم الفرح اكيد مش جبلات يعني احنا عشان نتأكد نركب لكل طالب جهاز لمرأبة القلب قال معروف ان في حالة التعاطف او التأثر منشوف معدل ضربات القلب بيتباطئ ونخليهم يشوفوا الفيلم تاني بتاع الاطفال بس النتيجة ما تغيرتش المعدل قل عند الفقرة نتيجة التعاطف وما ظهرش اي تغيير عند الاغنية الباحثين خدوا النتائج دي وبدأوا يحللوها عشان يفهموا ايه السبب اللي بيخلي الاغنية ما يبصوش على الفقرة كأنهم مشففين او مش موجودين وايه اللي مقلل تعاطفهم مع معاناة الغير قال لك ايه بقى ان الانسان مننا بتزيد اهمية الغير بالنسبة له على حسب امته بالنسبة له فالناس الغلابة او اللي من طبقات عادية محتاجين لبعض لازم يبقى فيه تعاون بينهم عشان يقدروا يعيشوا يساعدوا بعض ويقفوا جنب بعض وبالتالي امتهم بالنسبة لبعض تزيد فبيتعاطفوا مع الناس اللي زيهم ويتأثروا بحالهم وبيشوفوهم كويس لان هم مهمين يعني مثلا دايما هتلاقي الناس اللي من طبقات اجتماعية اقل بيهتموا ان هم يتعرفوا على جرانهم او يعرضوا عليهم المساعدة احيانا وقت الضرورة وفي احيان تانية يطلبوا منهم حاجات نقدر نقول ان الناس في احيان كتير بيتدفوا ببعض وجودهم واهتمامهم ببعض بيديهم شيء من الامان لان هم لما هيحتاجوا حاجة هيلاقوا سند من الناس اللي حواليهم وده بيعمل درجة كبيرة من القرب والاهتمام الفلوس بقى بتغير النفوس زي ما بيقولوا ودي حقيقة مش مجرد مثل يعني وعلى ما الناس بيشوفوا ان الانسان الغني الفلوس بتغير سلوكه ناحية الاهتمام بالناس لانه ببساطة بيشوف انه مش محتاج لهم ولا محتاج مساعدتهم وبالتالي هم مالهمش ايمة بالنسبة له عشان يبصلهم او ياخد باله منهم او حتى يتعاطف مع مشاكلهم او يفكر فيهم الفلوس هنا بتحل محل الناس بتبقى هي السند وهي مصدر القوة ليه اطلب من حد انه يساعدني ما انا معايا فلوس ممكن اقجر حد يعمل اللي انا عاوزه انا مش محتاج حد يوصلني انا بفلوس اشتري عربية بسواء مش محتاجه وانا نازل مثلا اسيب ابني مع جارتي بفلوسي اجيب له مربية تقعد معا وايس على كده كل حاجة بقى بفلوسي اقدر استغنى عن التعاون مع الناس او الاحتياج لهم انا ممكن استخدمهم ماشي بس الاستخدام ده مايفرضش علي ابدا ان انا اهتم بيهم او حتى بصي لهم وانا بديهم اجردهم او اركز ايه لتعبهم طب الاغنية بيهتموا بالناس امتى قالك لما يكونوا بيمثلوا تهديد ليهم ساعتها يهتموا ويركزوا معاهم بس عشان يحربوهم الفجوة الكبيرة دي اللي بتعملها الفلوس بين الاغنية وبقية الناس هي تفسير اللي قالوا سويرس واللي غيره بيقولوا في الدنيا كلها كله باصص لمصلحته والمصدر قوته اللي هو الفلوس وبس وخايف عليها ايه وبس لكن حياة الناس ومعاناتهم وايه اللي ممكن يحصل لهم دي حاجات محدش بيفكر فيها اصلا ولا بيشوفها دي حاجات ملهاش اهمية دول مجرد ناس وظفتهم انهم يشتغلوا عندي ويكسبوني يجي لهم وبقى يجي لهم شوطة تاخدهم مش مشكلة يغوروا واجيب غيرهم يشتغلوا عندي عاد ويجيبولي فلوس انما اتخافوا عليهم وتقعدوهم في البيت عشان ما يعيوش وانا شركاتي ومصانع يتقفلوا ايه اللي ها بلدة بالنسبة لرجال الاعمال دي فكرة سريالية كريمة لاش معانا هما مين دول اللي تحموهم ومين اللي خايفين يمرضهم ومين اللي قلقانين حسن يموتوا الناس ناس مين ايه ده هو فيه ناس عايشين غيرنا واحنا ما نعرفش ولا ايه وعلى اي حال بما ان ساعة الحجر ما تتعوضش فمعنا اليوم حدوتة ومين كان يصدق ابا الحج ان المعلم ايوب الدرمالي عين اعيان البلد واللي عنده اراضي وزرايب تسد عين الشمس وغية حمام مدروزة زغليل يفلس وايه بقى على الحديد اف ظرف شهر لو ايه ومين اللي يعمل فيه كده الودع الجورة المفاش اللي كان واحد من انفار المعلم ايوب وحيالله تملي من تمليته هي الايامة هتقومه اللي هيبى الحج الحكاية بدأت لما الحج ايوب كان معد زي العادة على حصانه برقب الانفار ام يلاقي الودع الجورة اتعب غلبه ونام قصاد غية الحمام اللي كان مسؤول عنها وعن تنظيفها وكل لوازمها ام الحج ايوب يمرجح ايده في الهواء ويقرط الود كاف يفزعه ويقول له له انت شغال هنا عشان تنام يا ابن العيبة والود يقول له حقك علي يا سيدنا انا تعبان وجسم مكسر ما عدتش اكررها تاني والحج ايوب ابدا راسه وقال في برتوش هيرفد الودع الجورة ويرمي في الشارع ولا ينفع ماه وصايت ولا محيلات والنهاية الود يقف ويقول له علي الحرام من بيتي لووريك حج ايوب وايوب يضحك وكرشه يتهز لما كان هيسقط منه ويقول له بقى انت توريني اشحات وانت لزيك يعرف يعمل لي ايه ابن المرأة تايكة غير شعجورة يطلع فورة ويجيب داغ ايوب من غير ما يدفع ولا مليم ولا يمدي ايده على حد طب اذهب الحج قالك الودع الجورة من كترة عادته في الغية وشغله فيها الحمام ولف عليه وعارف صفارته وخد عليها ام ابن الحرام يستغل الحوار ده وفي يوم يجيب شبكة ويطلع على سطح بيت متولي الاشرام ام يصفر للحمام بطريقته اللي الحمام خد عليها ام الحمام بدل ما يبيت في الغية يروح ورسوت الصفارة مطرح مع الجورة قاعد يقوم الود يلمبوهم في شبكته ويرمح وقال لك ليدها عجورة ياخد الحمام ويطلع على ارض ايوب اللي كانت لسه مبدورة فيها تقاوي الغلة والدرة ام ينبش بفاسه ويسرح الحمام فيها ام ياكل كل التقاوي تما وبعد ما ياكلوها يساوي الارض ويرمح وفي نفس الليلة الود ياخد من الهباب اللي مغطي فرن داره ويحطه على الحمام لحد ما لونه كله يبقى سود وياخدهم ويطلع بيهم على زرايب ايوب ويطلعهم قال لك يا بلحج غفر الزريبة لما شافوا سواد طايرة عليهم افتكروا الحمام على فريد ام يطلعوا يجروا يهملوا الزرايب والوضع الجورة يدخل ويسحب البهايم والخيل ويرمح والحج ايوب يسحى الصفح يلاقي الغية فضية والزرايب بتنش ويقعد يبكي زي الولاية بس يقول بكرة الارض تطرح وعود خسارتي ونستنى يوم والتاني والتالت واسبوع وراء التاني والارض ولا بتطرح ولا فرع يوحد ربنا يخرج منه والرجل بقى هيتجنن وفين وفين لما عرفنا ان الارض خالية من التقاوي طب هتطرح ازاي بلحج وايوب يطب ساكت ويصرف بقى فلوسه على العلاج ويبقى على الحديدة وعجورك كحيان الجعان اللي محدش كان عامل له حسابه ولا مستعن يبصله ينتصر على الحج ايوب ويجيبه الارض صحيح اولاد يوضع سره في اضعف خلقه ونشوفكم على خير ان شاء الله